تتأسس العلاقات بين مصر والأردن على مرتكزة ثابتة منذ عقود عدة وتتميز باستقرارها في مواجهة الواقع المطارب بالمنطقة كما يمثل التعفق فرؤى جانبا هاما من العلاقات الثنائية بين البلدين بدعم كبير من القيادتين السياسيتين على عهدها دائما ومنذ نشأتها الأولى تبقى العلاقات المصرية الأردنية على قلب رجل واحد ما بين القاهرة وعمان مستوى رفيع من العلاقات منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 حيث تبادلت الدولتان الصفارات والقنصريات كما كانت مصر والأردن عضوين مؤسسين في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وعدة منظمات دولية أخرى توافق تام وتنسيق دائم بين القيادة السياسية للبلدين حيال القضايا الإقريمية والدولية كالقضية الفلسطينية والوضع في كل من العراق وليبيا واليمن وسوريا وأزمة اللجوء إلى جانب تطابق رؤاهما تجاه تحقيق الأمال والتطلعات التي يصب لها الشعبان الشقيقان المصري والأردني وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المشتركة التوافق بين القيادتين السياسيتين لمصر والأردن تواصل على المستوى الحكومي أيضا وفي هذا الإطار تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما ينضوي تحتها من اتفاقيات ثنائية وإقليمية مشتركة في العديد من المجالات منها الاقتصادية والعسكرية ومجالات الطاقة والكهرباء الأردن يحتضن جالية مصرية كبيرة تسهم بشكل كبير في حركة النهضة بالمملكة وفي المقابل تستضيف مصر جالية أردنية تعيش وتتلقى كافة الرعاية والترحاب في بلدها الثاني مصر اشتركوا في القناة